اشتركوا في القناة اتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا السكوربورد في هذا الفيديو ولكن قبل الدخول إلى صلب الموضوع لا تنسوا دعم القناة ايضا اذا كنت مشترك في القناة لا تنسى تضعيل زر جرس التنبيهات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجدون رابط قناتنا الثانية أسفل الفيديو في الوصف كما ترون هذه قناتنا الثانية نقدم فيها جميع الفيديوهات الحصرية حول باتشات بيس وإي فوتبول وغيرها من الألعاب وكل ما يتعلق بمحتوى الألعاب يمكنكم متابعة قناتنا الثانية سوف تجدون رابط قناتنا الثانية أسفل الفيديو في الوصف والآن سوف نبدأ على بركة الله أولا تقوم بالذهاب إلى هذه المدونة سوف تجدون رابط هذه التدوينة أسفل الفيديو في الوصف بعد النقر على الرابط واجهكم لهذه الصفحة تقومنا بالذهاب إلى الأسفل سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع أيضا حجم الملف الخاص بسكوربورد 10.4 ميجا بايت تاريخ إصدار السكوربورد في 28.11.2022 فقط هذا الشهر أيضا ملاحظة الملف متوفق مع جميع الباتشات الخاصة باللعبة هنا صور سكوربورد من داخل اللعبة كما ترون سكوربورد كأس العالم قطر 2022 كما ترون سكوربورد نفس السكوربورد الواقعي كما ترون هنا وفي الأسفل سوف تجدون الشرح أو الفيديو وهنا أربعة روابط لتنزيل الملف تقوم باختيار أي رابط من داخل الرابط فكلها رابط شغل بدون أي مشاكل كذلك هنا سوف تجدون قائمة الأشخاص الذين قاموا بتطوير أو إنشاء الملف الخاص بسكوربورد نشكر كثيرا هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتطوير السكوربورد الخاص بكأس العالم قطر 2022 بعد تنزيل الملف الخاص بسكوربورد يظهر معكم ملف على هذا الشكل تقومنا بفك الضغط عن الملف هكذا ثم يظهر معكم ملف على هذا الشكل تقومنا بالدخول إلى الملف ثم سوف تجدون هنا ملف بصيغة السي بيكا الخاص بسكوربورد تقومنا بنسخي كوبي ثم تقومنا بالذهاب إلى ملفات بيس 2017 ثم إلى ملفة داولود ثم تقومنا بنسخ ملف سكوربورد على هذا الشكل فأنا قد قمت بنسخه من قبل لهذا لا حاجة لنسخه مرة ثانية بعد ذلك تقومنا بفتح برنمج بفاهليست جينيراتير الخاص ببيس 2017 كما ترون هذه الأدات تقومنا بتنزيلها فالآدات موجودة في العديد من المواقع تقومنا بالبحث عنها في جوجل وتقومنا بتنزيل الأدات بعد ذلك تقومنا بفتح الأدات كمسؤول هكذا لكي تقومنا بتفعيل ملف الخاص بسكوربورد على اللعبة بعد ذلك تظهر معكم نافذة الأدات على هذا الشكل تقومنا بالنقر على تشوز باتش هنا ثم تقومنا باختيار ملف الدولود الخاص ببيس 2017 هذا الملف ثم تقومنا بالنقر على أوكي ثم تقومنا بالنقر على تشيك آل لكي يتم تعيين جامع الملفات الموجودة داخل ملف الدولود بالإضافة إلى الملف الخاص بسكوربورد كأس العالم قطر 2022 كما ترون ثم بعد ذلك تقومنا بالنقر على نو دي أل سي ثم جينيريت ثم أوكي ثم تقومنا بغلق النافذة بعد ذلك تقومنا بالدخول إلى اللعبة وسوف تجدون أسكوربورد شغال بدون أي مشاكل فأنا لا أريد الدخول إلى اللعبة لكي لا أطيل في مدة الفيديو ولكي لا يتوقف التشجيل فجأة لأنني أقوم بتشجيل الفيديو ولكن أسكوربورد شغال بدون أي مشاكل وقد قمت بتجربته من قبل وأسكوربورد شغال عادي بدون أي مشاكل ومتوافق مع جميع الباتشات الخاصة باللعب وهكذا قطعنا الشرح لما لدي أي تعليق أو استفسار ضعوا تعليقاتهم أسفل الفيديو سوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب حسابنا على الأنستغرام وصفحتنا على الفيسبوك وفي الأخير لا تنسوا النقر على لايك وشير وادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة